بعد أن أثار إعجاب العالم بموهبته الكروية الفذة عاد النجم البرازيلي رونالدينيو للواجهة مجددا ولكن هذه المرة من موابة ساحات القضاء إذ أوقي القبض عليه في باراكوي هو وشقيقه بسبب استخدام جواز سفر مزور وداهمت الشرطة الفندق الذي يقيم فيه اللاعب في العاصمة أسانسيون حيث يروج لكتاب وحضور مؤتمرات ترعاها جمعيات خيرية تهتم بالأطفال المحرومين وعثرت الشرطة على جواز سفر مزور صنع في العاصمة الباراكويانية قبل بضعة أشهر ليقضي اللاعب هو وشقيقه ثلاثة ليال خلف القضبان ورغم تأكيد محام لاعب برشلونة السابق على اقتراب إطلاق سراح موكله حيث أعلن أن رونالدينيو لم يكن على علم بأن جواز السفر الذي كان يحمله مزور مطالبا سلطات الباراكوي بإطلاق سراحه فورا إلا أن المدعي العام في باراكوي أصدر مذكرة اعتقال واتهم رونالدينيو باستعمال جواز سفر مزور وطالب بوضعه في السجن الاحتياطي وكانت محكمة برازيلية حرمت رونالدينيو من جواز سفره نهاية عام 2018 لعدم دفعه غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار أمريكي على خلفية بناء رصيف دون أذن على حافة بحيرة في منطقة محمية في بورتو أليغري ووفقا لتقارير صحفية يبدو أن رونالدينيو تورط مع بعض المحتلين في باراكوي وأعلن الادعاء العام أنه حرك دعاوا قضائية ضد ثلاثة أشخاص ضالعين في الواقع فضلا عن إجراء تحقيقات مع العديد من المسؤولين وأفراد آخرين ولا يزال مستقبل النجم البرازيلي غامضا في انتظار حكم القانون ويعد رونالدينيو من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم وأحرز تقريبا كل الألقاب المتاحة في مسيرته من كأس العالم إلى كوبا أمريكا، كأس القارات، دور أبطال أوروبا، الدور الإسباني والإيطالي والكرة الذهبية